لما تكوني عاملة عمل لله ومحتسبة فيه ويجي حد يقولك لا لا العمل ده أجرك فيه قليل أو يشككك في عمل ولكنك عملت هاج تتصرفي إزاي؟ تعالي يعرفي النهاردة معانا معانا إزاي في الدفاع عن حقها وقود شخصية استيدة أسماء وجمالها وصبرها زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قصتها إيه؟ بصوا بصوا القصة كانت فيه يوم قعدة مع السيدة أم المؤمنين حفصة زوجة النبي عليه السادسة وقعدين بقوا بيتحكوا بقوا بيتسمروا كان لوسا جايين من الحبشة قعدوا 13 سنة في هجرة الحبشة وجم على يسرب على المدينة وأيام بقى الجميلة اللي كانوا قضينها في مكة وهكذا اسمع يا دل أم الكلام اللي أبقولولك ده عشان تحكي الأولادك كده حتى جي سيدنا مين؟ أبو السيدة حفصة سيدة عمر بن الخطاب فاستأذن فدخل لبيت ابنته حفصة كان عندها مين؟ السيدة أسماء بنت عميس بطلة الحلقة بتاعتنا النهاردة سيدنا عمر بن رحب بيها الصحابي الجليل ليه؟ لأن هي زوجة بسيدة أسماء لأنها زوجة مين؟ زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر بن صاحب الجناحين في الجنة وهنشرح دلوقت رحب بيها وخلاص حللتم أهلا وسهلا وجيتوا بالمدينة بعد غياب كم سنة يا أولاد؟ بعد غياب 13 سنة فين؟ في الحبشة فقال لها إيه؟ قال لها مقولة زعلت السيدة أسماء قوي قال لها يا أسماء لقد سبقناكم بالهجرة إلى المدينة يا أسماء فنحن أحق برسول الله منكم سيدنا عمر سيدة أسماء زهلت وقفت قال لك لا والله شوف قوة الشخصية مع حق ده إحنا عدنا 13 سنة في هجرة وغربة لستم بقى حق برسول الله مننا إنتوا كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعز جاهلكم وكنا بعدين في الحبشة إحنا كنا في الحبشة مستقمى ما خدناش الخير اللي إنتوا فيه ده وكان بعدنا دوت واجرتنا كانت في سبيل الله ورسول وقالت والله وأي يوم الله حرفت بالله لا أطعم لا أطعم طعم ما كلش أكله ولا هشرب شرب حتى هقول اللي إنت قلته ده يا عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليها هكون منصفة هقول بالضبط اللي إنت قلته هي أنصفته بقول لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عن اللي إنت قلته البخاري ومسلم شرحوا الأمر ده وقالت إنها شككت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا عمر قاله فابتسم النبي بص الجمال بقى بص الجمال وجمال قوة الحق من امرأة وحد يقال للمني كست وكبنت شوف قوة الحق وقوة الشخصية في الحق قال إيه النبي على السلام طب خطرها وكل اللي هاجروا بالحاجة طيب خطرنا يا رب بالنبي على السلام طيب خطرنا بيك يا رب اللهم إنا مهاجرين في سبيلك يا رب ونوينا الهجرة في سبيلك طيب خطرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسول الله وبك أنت يا رب سبحانك وكفى بك حسيبة وكفى بك حسيبا وكفى بك وكيلا يا رب قولوا ورايا اللي فقولوا ده واحتسبوا وقال للنبي على السلام ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة لسيدنا عمر والأصحاب هجرة من مكة المدين ولكم أنتم أهل السفينة أصحاب هجرة الحبشة هجرتان طبعا يا دل فرحة أنت عارفين هجرة مع النبي عامنا إزاي أنت عارفين يعني إيه نتقلنا أنا هجرت في سبيل الله قد فرحة ما بعدها فرحة لها والكل اللي هجروا معاها من الحبشة وجم سواب يا فوق سواب مين بقى سيدنا عمر والصحابة اللي راحوا من مكة للمدين حلو ليه لأنهم هجرة إنهم هجروا للحبشة وسواب الهجرة ورحوا تاني جمل المدين راحت أسماء دار سيدنا جعفر وقالت له وقالت له كل اللي كانوا معاها في الحبشة إن الرسول والسلام بشرنا بكده يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقولي لكم إيه هجرتان ففرحوا طبعا فرح شديد جدا ويا باختموا عبالنا يا رب عبالنا يا رب أعلم أولادي هنا إيه قبل ما سيب النقطة دي أعلم أولادي ما فيش هجرة بعد الفتح إلا جهاد ونية يبقى كل حاجة بجاهد فيها نفسي مش هعمل ده الشيطان بيوسوس لا مش هعمل هي هجرة الهجرة من هجرة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم باللسانه باليد دي الهجرة فقل لما يا أولادي لما تعملوا عمل النبي أمر به دي بقى دي طاع ولما تهجروا عمل في معصية والنبي نهى عنه دي هجرة إيه ده معقول أيوة طبعا وما يقول لما نأمل على الله ونتأمل في الله وناخد كده ثواب من عند الله عز وجل صح ولا لا خلي أولادك مرتبطين بالمعاني الإسلامية هنهاجر إزاي زي يوم ما هم هاجروا بقى وخدوا الثواب لا يا تتا يا جميل أنت وهي تعالي تعالى ما أقول لكو تهاجروا إزاي لما ما أعملش المعاصي هي هجرة للمعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده فأنا بقول يا ربنا هذه هجرة طب هجر الجهد ونية يا ربنا أنا ويت وعمل وهجر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سمعيني الكلام يبدل معنى اللغض من القصة الأولانية